نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكرية احتفالا لتكريم أوائل خريجي الجامعات المصرية وأكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري أن الصورة الإيجابية والمشرفة لنخبة طلاب الجامعات المصرية تعكس مدى اهتمام الدولة بالتعليم وتطويره وتحديثه المستمر بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتقدم التكنولوجي الذي أصبح سمة العصر كما قدم التهنئة لأولياء الأمور الذين بدلوا الغالية والنفيس من أجل بناء مستقبل أبنائهم يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة خريجي الجامعات المصرية لأقرانهم من الكليات العسكرية لغزل نسيج واحد للدولة المصرية ولحثهم على بدل المزيد من الجهد والعطاء لتعزيز جهود الدولة في استشراف المستقبل وبناء الوطن والتطلع إلى الريادة العالمية